أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم عن اطلاق مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم بتنسيق مجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة لدعم شباب من رواد الأعمال في مصر وأفريقيا لتصبح أول تجمعين لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة وتابعت وزيرة الهجرة أن المبادرة تهدف لربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال وتوسيع أفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الأفارقة وإتحت الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال من شبابنا بالخارج والربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصري من رواد الأعمال في مختلف المجالات